اشتركوا في القناة وعلى كلمة الحق هؤلاء الشباب الذين يعيشون الآلام في السجون هؤلاء الشباب لا يمكن أن السجن يركعهم لأنهم يستمدون العزم من قدوتهم ومن مفجر ثورتهم الأستاذ عبد الوهاب حسين الذي قهر سجانه ويقول أنت تستطيع أن تسجن بدني وأنا حر في فكري أنت لا تستطيع أن تسجن فكري هذه القيادة حينما يستمدون منها القوة والعزم والثبات لأنه قد يكون هناك ثبات بلا واعي فهذا الأستاذ عبد الوهاب حسين حينما يستمدون منه القوة مع الفكر فإنهم يكونون أحرارا وهم في سجون الطاغية وهم في قعر السجون يعيشون الحرية نعم نتضامن مع أحبتنا نتضامن معهم لأن السجن يخلق لنا أبطالا يخرج لنا رجالا ثابتين كما رأينا هناك معتقلين هل الاعتقال هل حبط عزيمتهم أم زادهم أسرارا اليوم هناك أغلاق المجلس العلماء فيا حبدا من العلماء أن يستلهموا الصبر والصمود من هؤلاء الشباب هؤلاء الشباب هم مدرسة مدرسة لأن كل ما رأيناه في الساحة من تضحية ومن فداء بالنفس وبالغالي والنفس فيا أخواني يا أحبتي أيها العلماء استمدوا العزم من هؤلاء الشباب نحن حينما نقف مع أسير نقف مع أسير هؤلاء الشباب هؤلاء هم مدرستنا هؤلاء هم صمودنا فيا أحبتي تعلموا الصمود من هؤلاء الشباب الذين ضحوا من أجل خدمة الدين ومن أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله نعم حينما نقف مع هؤلاء الشباب نقف ونحن مرفوعين الرأس إن شاء الله وأتمنى نحن عشنا انتفاضة الكرامة ورأينا في السجون قد كانت السجون هي عبارة عن مدرسة المعتقل فيها يخرج وهو مليء بالعزم وبالإرادة فعليكم يا إخواني يا أحبائي أيها العلماء أن ترجعوا هذه الحالة إلى شبابنا أنا لا أقول هم ليسوا بمؤمنين أم ليس لديهم حالة إيمانية لا أنا أقول لديهم إيمان ولديهم وعي وإنما كانت في الحالة السابقة حالة التسعينات كانت هي أكثر لأن دور العلماء كان مؤثر أما اليوم دور العلماء لا يوجد لهم دور لا يوجد لهم دور في احتضان الشباب فيا علماء احتضنوا هؤلاء الشباب أنا لم أرى شباب مثل هؤلاء الشباب يفدون أرواحهم لقضيتهم فأنتم عليكم أيها العلماء أن تعبؤوهم وأن تغرسوا فيهم المفاهيم الصحيحة الإسلامية فأتمنى هذه الرسالة إلى العلماء إذا أردتم أن تنتصرون إذا أردتم أن تنتصرون فعليكم رهنوا على الشباب واخلقوا فيه الوعي والثبات والصمود هؤلاء قضية خيارنا المقاومة هي خيارنا المقاومة وليس بديل عن المقاومة لأن قائدنا وملهمنا ومفجر ثورتنا الأستاذ عبدالوهاب حسين أوصان في حركته حينما رفع من سقف المطالب ولم تأتي اعتباطا وإنما الجرائم التي ارتكبت بحجب أن نرفع من سقف المطالب وأن نكون ثابتين وأن نكون ثابتين نحن إن شاء الله سنواصل هذا الطريق طريق ذات الشوكة طريق ذات الشوكة ليس بسهل وإنما يتطلب منا الصبر والثبات ونستمد القوة والعون من الله تعالى فلا ننسى الدعاء الدعاء هو سلاح المؤمن لأن المظلوم حينما يكون مظلوما إذا رفع شكواه وبثه لله عز وجل سوف يكون أقرب أقرب إنسان في حالة الإيمان إذا أراد المؤمن أن يتقرب إلى الله عز وجل فعليه بسلاحه الدعاء لكي يخلصه من هذه الطغمة ومن هذا الطغيان إن شاء الله وشبابنا في قضية خيارنا المقاومة صامدون وثابتون على خط المقاومة إن شاء الله وأدعو لهم وأدعو لقادتنا الرموز ولا ننسى الأستاذ حسن المشيمع هذا الأستاذ الذي ينقل لي أحد الأخوة هو مجاور له في الزنزانة وكان في كل ليلة يسمع أنين وصياح فلما التقى به قال أنت الذي في الزنزانة بقربي فأنا في الليل أسمع أنين وصياح لماذا هذا الصياح؟ قال إني أخاف أن لم أقدم شيئا لهذا الشعب انظروا لهذه الشخصية هل هذا السجن أثر به أم زاده إصرارا؟ هذا الفكر الذي يخلق الصمود هذا الفكر الذي يخلق الثبات فإن شاء الله نسير على نهجهم ودربهم ونكون أحرارا ورافعين الرأس إن شاء الله ونطلب من الله العلي القدير بالخلاص وبالإفراج عن جميع المعتقلين وأفلح من صلى على محمد وآل محمد شكرا 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 شكرا